ينضم إلينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسية دكتور عدنان الصراج دكتور عدنان ما المتوقع لاجتماع اللجان الفنية اليوم؟ حقيقة تفاهمات جديدة هذه التفاهمات الجديدة عقبت التظاهرات التي اشتاحت سليمانية ومناطق مندهوك وغزاء من أربيل هذه أعتقد ألقت في ظلالها بشكل واسع على المسؤولين في الأقليم الأقليم يحتاج إلى إعادة ثقته ببغداد يكون شفافا وواضحا أن يكشف البلفات بشكل واسع وواضح أمام جماهيرة لكي تكون بغداد على تصور كامل حول ما يجري اليوم وصول نائب رئيس الوزراء قوباد الطلباني إلى بغداد يعني بأن الأقليم لن يرسل رئيس الوزراء إلى بغداد هذا من جهة من جهة ثانية بغداد مفتوحة اليدين إلى كل الجراءات التي يمكن أن تجرى مع الأقليم المسألة تتحويل الأموال مقرونة بالاتفاق النفطي مقرونة بالمنافذ الحدودية ما تفق عليه بين السيد البرزاني والسيد الكاظمي يشير إلى تسليم 250 ألف برميل لسرومو ويشير إلى 50% من المنافذ الحدودية تسلم إلى الحكومة الاتحادية هذه لن تتم وبالتالي هناك إجراءات فنية نعم اليوم الوفد الكردي اليوم متفائل والتقى بوزير النفط ووزير المالية وأيضا بحضور سومو لأول مرة بالأقليم يعترف بسومو وبلقاء السيد الوزير المالية والنفط قيل بأنه وصلوا إلى مراحل متقدمة لإبرام اتفاق بغداد ملزمة بإرسال 320 مليار دينار خلال الأيام القادمة إذا وافق الكرد على مشروع الاقتراض الذي اعترضوا عليه ولن يصوتوا عليه داخل مجلس ولكن دكتور عدنان ماذا عن موقف البرلمان هل سيوافق على ذلك؟ لا أعتقد البرلمان سيوافق على ذلك لأن الموضوع يحتاج إلى مفاوضات ومشاورات حقيقية البرلمان لديه مشكلة مع الاتفاقات السابقة مع الأقليم وقالها السيد حسن الكعبي نائب الأول للمجلس النواب بأن هناك اعتراضات قانونية ودستورية يجب على الأقليم أن يلتزم بها حتى يكون مجلس النواب وتجاوب منعه ولكن هناك ضغوطات هذه الضغوطات مولست على رئيس مجلس النواب ومولست على الكتل السياسية من أجل تمرير هذه المرحلة أعتقد هناك قوى سياسية لا تريد بهذا الاتفاق أن ينرد نور السيد الكاظمي يريد أن يحل هذا الإشكال لكن يبقى الأمر متعلق بها وفاوضات هناك قوى سياسية قد تكون شيعية وسنية لا ترغبوا حتى كردية من داخل الأقليم كالتغيير وغيرهم لا يريدونها والقوى الإسلامية من الكرد لا يريدون بأن يكون هناك صق مفتوح للأقليم دون أن يكون هناك تفاهمات في الواقع السياسي والتغييرات التي تجري في أقليم كردستان ولكن في المقابل دكتور عدنان كردستان تتحدث على أن بغداد هي التي لا تلتزم بالاتفاقيات وتحديدا لاتفاقيات المالية هذا كلام غير سليم لأنه بغداد تستلم ولا تعطي إلا ضمن الإجراءات التي يوفرها الدستور والقانون تعرفها الموازنة عامة للعراق أكون موجود عندنا حوالي خمسين نائب كردي يصوتون على الموازنة وأيضا وجراء موجودين أكثر من سبع وزراء من الكرد موجودين في الوزارة العراقية وبالتالي لا تستطيع الحكومة العراقية دستوريا أن تخالف أي نوع من التوزيع الحصص على المحافظات بما ضمنها الأقليم المشكلة الشفافية معدومة في الأقليم كل صراحة ليس دفاعا عن بغداد الشعب الكردي هو جزء من الشعب العراقي وبالتالي ما يصيبه يصيب الشعب العراقي بشكل عام ولكن كتحليل موضوعي الكرد يحتاجون إلى شفافية واضحة في كشف الملفات أنا أضرب لك مثلا للماذا رفض الكرد مثل التوطين للرواتب في زمن حيث قال وطنوا الرواتب أي بمعنى الحكومة الاتحادية من خلال الكارتات المعروفة يوطنوا الرواتب وتبدأ الحكومة الاتحادية بجفع الرواتب وتحسن من الميزانية رفضها الكرد بشكل كامل وأيضا أرسل السيد عادل عبد المهدي 520 مليار دينار بشكل منتظم لن ينقطع عنهم ولا لحظة لماذا خلقتها الحكومة التقريب بتسليمها خلال ثلاثة شهر وأيضا استقطعت منها 18% اعتبرتها إدخار إجباري واليوم أيضا للسيد الكاظمي أرسل 320 مليار دينار على وجبتين استقطع منها 21 كخارج باري وأخرت بثلاثة شهر هناك إشكالات حقيقية في داخل الإقليم لن يفصح عنها إضافة لذلك هناك حالة الفساد أخي العزيز بغداد تشكل على الإقليم بأن هناك منافذ حدودية أكثر من 23 منافذ عدودي لن يتزمين الإقليم وكذلك هناك عملات تصدير واتفاقيات مع تركيا واتفاقيات مع روسيا خط الأنبوب هذه تمت على حساب الاتفاقيات اللي يجب أن تصادق داخل مجلس النواب أين تذهب هذه الأموال هناك إشكالات واضحة بغداد ليس لديها مشكلة إنما لديها إشكالات فنية وإشكالات مالية للسماح للرقابة المالية بالدخول إلى الإقليم للسماح بوزارة المالية بوارثة دورها الإقليم لا يوفق على ذلك ضمن سياسة وستراتيجية واضحة ينتهجها الإقليم دكتور عدنان صراج الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بغداد شكرا لك شكرا لك